وما تخافش على الاهلي طالما الاهلي عنده هذا الحرص الشديد على الوفاء بالتزاماته ومد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر في كل الظروف كل مرحلة هتلاقوا دايما وابدا الاهلي عنده هذا الحرص انه يكون الاكثر تمثيلا في المنتخبات الوطنية بل دعم اللاعب الدوليين وقلتلكوا الاهلي ربما كان من الاندية القلائلة جدا اللي بتدي مكافأة للعابتها نظير المشاركة مع المنتخبات عشان كده دايما وابدا عند الاهلي هذا الدور الوطن المهم في خدمة المنتخبات الوطنية بمناسبة المنتخبات الوطنية منتخب مصر وضع قدم تقريبا في دور الحاسم يعني عندنا مباراتين مباراة مع انجولا في القاهرة او مع الجموم في القاهرة وانجولا برا المباراتين في 11 و14 نوفمبر تقريبا الفوز بيهم بإذن الله يحسم المسألة او الفوز بمباراة واحدة منهم يحسم دخول دور الحاسم طب وبعدين ايه اللي يجرى احنا حتى الان عشان تبقى المسألة واضحة مازلنا في التصنيف التاني مازلنا في المستوى التاني بمعنى افريقيا متقسمة عشر مجموعات في التصفيات العشر مجموعات كل مجموعة اربعة هيصعد اول كل مجموعة العشر اللي هيصعدوا هيتقسموا نصين الفوا به حسب التصنيف بتاع الاتحاد الدولي فيه خمس دول اللي غاية دلوقتي مازالوا في التصنيف الالف احنا في التصنيف التاني يبقى انت هتلاعب لو الامور مشت على ما هي عليه القرعة هتخليك تلتقي معه يا السنغال هم بالترتيب السنغال تونس الجزائر المغرب نيجيريا دول الخمس دول هم دلوقتي موقفهم ايه كلهم كل المنتخبات الخمسة اقرب للصعود نيجيريا بس اللي كسبت مطش وخسرت مطش فاللي هي من مين يا برايب من افريقيا الوسطى ده خسرت بمفاجأة غريبة من افريقيا الوسطى في ليجوس في ملعبها وكسبت برة فهي نيجيريا الاعرب اللي ممكن تقع من التصنيف الاول فندخل احنا مكانها او لو فضلنا مشين بشكل كويس او اه ما تتأهلش او ما تتأهلش بس هي ما تتأهلش دي صعبة اوي لان المنتخبات اللي معاها هي متصدرة لكن انا بكلمك على نتائج في المجموعة وبالتالي التحاد الدول المفروض هيعلن التصنيف الجديد يوم واحد وعشرين عشرة احنا الامل فين عندنا فرصة نقدر نقتحم التصنيف الالف امتى في كاس الامم كاس الامم هيكون في يناير في الكاميرون باذن الله تعالى منتخبنا وقد تأهل لكاس الامم نتائجه في كاس الامم ممكن ترفع رصيده ونقاطه يقدر يدخل هذا المستوى الاول اللي المفروض دور الحسم بتصفيات كاس العالم هيبقى في شهر مارس يعني هتلعب يناير كله عشر يناير تقريبا كاس الامم الافريقية في الكاميرون في خلال شهر ممكن تنتهي منه او ستة يناير في خلال هذا الشهر تكون عملت نتائج كويسة في كاس الامم وتكون كملت كمان في تصفيات كاس العالم المطشين اللي باقيين مع انجولا والجابون تاخد نقاط كويسة الامل ان انت لما تيجي في شهر مارس تتعمل للقرع بتاعة الدور الاخير بقى في تصفيات كاس العالم يكون دخلت ضمن الخامسة وده حيديك فرصة نسبيا شوية افضل لانك حتلاعب احدى دول المستوى التاني شي سيبك من المستوى الاول المستوى التاني اه انا اخطر فرق العبها اللي شبهي العرب اللي هو شمال افريقي اه والثلاثة التقال موجودين جزائر وتونس والمغرب لكن انا حتى لو لعبت غانا لو لعبت ناجيريا يعني الكرة مختلفة مهما كانت المهارات الفردية لكن الفكر بتاع المغرب الجزائر تونس بيبقى فكر يعني بنفكر زباعد ايو واخد بالك اه فاهمين بعض حتى في الاعداد النفسي حتى في الشحن حتى في الجماهرية اه وبعدين فاهمين لغة بعض المتأثريين بكل كلمة بتتكتب فلو بعدنا عن الثلاثة فرق دول حتى انت تصنيف اول تصنيف تاني التلاثة تصنيف اول هتبعد عنهم اه وهو ده لي رياحك يريحك من ناحية ناحية الحساسيات من الاخر كده ايزا اقولك ان حتى غانا اللي هي يعني مبدئيا المغرب والسنغال خلاص ضمن دخول دور الحسب في كهس العالم لكن غانا من تك غانا كثبتك ستة واحد يعني حتى مع بردلي والمتخب فضل الماشي كويس لا لا انت واحد ده منطقي انت مع بردلي الماتش الوحيد اللي خسرته طول التصفيات انت رايح لهم بالعلامة الكاملة انا ستة واحد ده ماتش يعني عارف الافلام سأقوني حاجة أصفرة واخد بالك عشان عارف ليه رايحين بشكل مهرجاني الوزير والرئيس الاتحاد والضيوف نفس العبار الزهراء يوم تونس نفس الناس بتروح تحتهافل قبل الماتش انت غانى وهي كسبك ستة واحد هنا انت تقدمت عليها اتنين سفر وبعدين جابوا جوت اي يعني انت برضو كسبوك ماتش يعني انت لو كنت خسرت هناك اتنين واحد وهنا اتنين واحد كنت هتلع ضربات جزاء لكن هو كان دور اقصائي لكان في المجميع برضو كنت هتبقى معدية مش منطقي فالامور المش منطقية ان انا فوز ستة او اغسر ستة دي نتائج لا يعاول عليها انا كل اللي هميني ان انا ابعد عن شمال افريقيا الباقي حتى من ناحية المعنوية بنقدر نتعامل معها اشتركوا في القناة